من المعروف عن ملح الطعام أنه أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع ضغط الدم بالنسبة للإنسان ولكن تبين مؤخرا أنه قد يكون مفيدا جدا في مكافحة السرطان هذا بحسب ما توصل إليه علماء أمريكيون هذا ما سنتناوله في هذا الفيديو من كل جديد حول العالم في البداية فضلا وليس أمرا تفضلوا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي كل جديد حول العالم شكرا جزيلا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجد علماء في جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية كانوا يبحثون في تأثير جزيئات كلوريد السوديوم على الخلايا السرطانية أن ملح الطعام يمكن أن يبطئ عملية انتشار الأورام السرطانية بنسبة 66% وتوصل العلماء من خلال تجارب على فئران مخبارية مصابة بالسرطان أن كلوريد السوديوم المعروف أكثر باسم ملح الطعام بيعتبر مادة سمة للخلايا السرطانية ويوفر إمكانية للعلاج الذي له آثار جانبية سلبية أقل من العلاجات الحالية لمرض السرطان توصل فريق العلماء بقيادة أستاذ مساعد في الكيمياء إلى أن جزيئات الملح النانوية يمكن أن تستخدم كحصان طرواضة يقوم بإيصال الآيونات إلى داخل الخلية ثم تقوم بتعطيل البيئة الداخلية للخلية مما يؤدي إلى موتها ثم تعود جزيئات الملح النانوية إلى طبيعتها كملح عند تحلل الخلايا وبالتالي فإنها ليست ضارة بالجسم ووفقا للدراسة فإن الخلايا المصابة تحتوي على نسبة عالية من السوديوم وعندما تتعرض لجزيئات الملح النانوية يتم تدميرها مع بقاء الأنسجة سليمة لأنه بالنسبة للجسم هو مجرد ملح عادي حسب ما نقل موقع نيوز وايز وتحتفظ أغشية الخلايا بتدرج يحافظ على تركيزات السوديوم منخفضة نسبيا داخل الخلايا وتركيز السوديوم عاليا نسبيا خارج الخلايا ويمنع غشاء البلازمة السوديوم من الدخول إلى الخلية لكن جزيئات الملح النانوية قادرة على المرور لأن الخلية لا تتعرف عليها كأيونات سوديوم وبمجرد دخول الخلية تزوب جزيئات الملح إلى ملايين أيونات السوديوم والكلوريد المحاصرة داخلها مما يؤدي إلى تمزق غشاء البلازمة وموت الخلايا وعندما يتمزق غشاء البلازمة تشير الجزيئات التي تتسرب إلى الجهاز المناعي إلى وجود تلف في الأنسجة مما يؤدي إلى استجابة التهابية تساعد الجسم على مكافحة مسببات الأمراض وتعليقا على نتائج الدراسة قال العلماء أن هذه الآلية هي في الواقع أكثر سمية للخلايا السرطانية من الخلايا الطبيعية لأن الخلايا السرطانية لديها تركيزات عالية نسبيا من السوديوم وأن هذه التكنولوجيا تناسب تماما عملية تحطيم الخلايا السرطانية الموضعية وأضاف العلماء أنه يتوقع أن يكون لهذه التكنولوجيا تطبيقات عديدة في معالجة سرطان المسانة والبرستاطة والكبد والدماغ أتمنى أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم وإن شاء الله نلتقي في فيديو قادم أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة